اشتركوا في القناة او الوجه من اوجه الاعجاز العلمي مجزوما به عند تفسير الآية زي ما احنا قلنا حقيقة وحقيقة تفسير الآية او الحديث بل ينبغي ان يساقع لانه قول في تفسير الآية او شرح للحديث النقطة التانية الا يقتل تفسير العلمي للآية نقضي ما جاء السلف انا مرة حضرت المؤتمر ففي واحد من المولعين بالاعجاز العلمي قال وهذا الفهم لم يفهمه الصحابة اذا الصحابة فهم النص ساعته على اصله ثم تطور العلم فاتسعى المدلول لحظوا يا اخوانا لللفزة القرآنية مدلولات عبر التاريخ عبر التاريخ فمدلول اللفزة ساعة النزول فهمها الصحابة على الاصول مدلول اللفزة ساعة النزول فهمها الصحابة على الاصول طيب لما جاء العلم الحديث وسع المعنى انا ارجو ان تفهموا هذا الامر جيدا عندك مطاط المطاط المطاط ده لمساحة مثلا هكذا هنفترض ان مساحة المطاط هكذا طيب عندما هذا مسحته الاصلي كان لفظة الاصلية في فهمها الاول كما فهمها الصحابة والتابعون والعلماء طيب جاء العلم الحديث خلي بالكواب عندما نشد هذا المطاط فيتسع فكذلك العلماء في كل عصر كلما زودوا في اللفزة معنا اتسعت الافظ معنا ارجوان يقول معاني اللفزة هكذا الى ان يرس الله الارض ومن علي الا ينطلق التفسير العلمي التجريبي من منطلق لانبهار بالحضارة الغربية والمكتشفات المعاصرة ومن سمى تسليم المطلق بها لما له من الاثر على التعسف في حمل النص القرآني على وجوه عديد احيانا الواحد يقولك شوف العلم الحديث وصل لغاية فيه من بهار هكذا وهو لسه انفدور النظريات لم يتطور الى الحقائق فيلوي عنق النص القرآني على حسب الفهم العلمي لسه اللي هو التجريبي ولم ينطلق الى الحقيقة لا يعارض اللغة وقواعد النحو لا يعارض اللغة وقواعد النحو ستة ألا يكون مستلزما لمخالفة البلاغة القرآنية ما فيش حاجة اسمها تخالف البلاغة القرآنية ألا يترطب عليه تحويل الاستشعار التعبدي الى تمسك مدي يعني ايه؟ الناس تتحول من ان هذا العلم يزيد من عبادة العبد للرب الى الانبهار المادي واني يقول لك ايه خلي ما لكم مساء نيجي حلو للصيام الوقتي يقول لك الناس تنظر الى الصيام نظرة طبية ولا ينظر الى نظرة تعبدية يقول ايه؟ تصدق الصيام ده حلو يقوله ليه؟ يقول لك الواحد بيمنع نفسه عن كذا وكذا ويطلع جسمه حلو في الصيام يبقى انت انت بتطبق الصيام عشان او من اجل ان جسمك وصحتك ما هو بيحقق ذلك لكن الاصل التعبد هو الاصل واضح الفكرة ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي انما الصوم لي وانا اجزي به كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ما قالش لعلكم تصحون لعلكم تتقون مع ان التقوى تشمل معنيين ايضا وقاية بدنية ووقاية معنوية فلماذا تقصرها على الوقاية البدنية فقط يا اخوانا صحيح للصوم فوائد صحية وللصوم فوائد بدنية وللصوم فوائد حتى نفسية وفيه الصوم فوائد كثيرة جدا لكن الفائدة الاكبر التعبدية لانها تحقق لغة التقوى يهو القرب من الله عز وجل المهم جدا ان احنا نفهم هذا الامر فبقاش دايما مخترعتنا وحاجتنا تتعلق بالمادية عدم الخوض في الاخرة وما يتصل بها كالبرزخ والقيامة والنظريات والحقائق العلمية تثبت ان يوم القيامة سوف يقوم في عام الفين وامتين وخمسين مثلا يعني من اين جاء هذا لا الاعجاز العلمي ليس له علاقة بالاخرة ارجو ان يكون مفهوم هذا الاعجاز العلمي لا يكون له خلي بالك واحد يقول ايه انا لا اؤمن بعذاب القبر كيف يعني هذا يعني الجسد في القبر ويعذب وكذا هو انت انت دخلت معه القبر لكن اخبرنا القرآن يعني مثلا من اخبار القرآن على العذاب القبر فقال في حق فرعون وملئي النار يعرضون عليها غدوا وعشية هذا في القبر ويوم تقوم الساعة ادخل آل فرعون اشد العذاب يا سبحان الله وهكذا يبقى الاعجاز العلمي ليس له علاقة بالخوض في الاخرة وما تصل بها من عذاب القبر او القيام ان يكون وجه الاعجاز واضحا وليست مجرد اشارة بعيدة حيث لاحظ من بعض الكتاب في هذا المجال انه يورد النص المجتمل على لفظه كالشهب مثلا ثم يسترسل في التفاصيل العلمية للشهب دون ان يكون هناك علاقة واضحة بين النص وبين هذا التفاصيل لا الا مجرد ان يقولك ايه ده اللفظة شكلها كده وتشابه لا ما هيش كده الامور ليست هكذا ولابد ان نقرر كما قررنا مرة اخرى استحالة التصادم بين الحقائق القرآنية وبين الحقائق العلمية هذه سجلوها عندكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة